مع المنتخبات الوطنية البعض بقى بيحاول ايه؟ يدخل ويزايد ويقول كلام مالوش اي هدف ومالوش اي معنى لان انا امبرح فجأت وناس كتيرا امبرح اتفجأت بموقف للأستاذ احمد حسام وانا بصراحة مش عارف موقفه هنا بيتكلم كمنبر اعلامي ولا بيتكلم كمتحدث رسمي باسم نادي تاني ولا مستشار اعلامي ولا مستشار فني انا بصراحة مش عارف الموضوع بالزبط بس قال كلام كبير قوي في فكرة التعامل ما بين النادي الاهلي والمنتخب تما تيجي نسمع تيجي نسمع ونشوف ايه اللي تقلم براح عشان عندنا تعليق على هذا الامر وعن نتكلم كمان بقطر قانونية وموضوع لائحي في هذا الامر وعن نستعر التفاصيل المتعلقة باصابة ايمان اشرف ده منتخب مصر منتخب مصر اهم من اي مكان تاني في مصر مصر اهم من اي مكان اهم من الاهلي واهم من الزمالك واهم من اي نادي كل الانبياء دي معمولة علشان تكسب بطولات وعشان ترضي جماهيرها وكل حاجة وعشان تخدم على منتخب مصر عشان تدي لعيبة للمنتخب اه او او توفر لعيبة للمنتخب انه يقدر في المنفسات الدولية انه يرفع اسم مصر طيب هو بيتكلم عن اسم منتخب مصر ودور الاندية والكلام ده كله النادي الاهلي فيه تمام اللاعبين موجودين في المنتخب وكل الدعم للمنتخب ان شاء الله بإذن الله في مباراة كينيا عشان يعدي هذه المرحلة والنارد حاليتنا كمان موازمة بنتكلم عن المنتخب لان ده منتخب بلدنا منتخب مصر ده منتخب بلدنا لكن بنتكلم عن اطار قانوني متعلق بضم لاعب مصاب انا زي ما قلت انا طبعا مش عارف اه استاذ احمد حسان بيتكلم بصفته ايه منبر اعلامي هلوك اعلامي ولا بيتكلم بصفته متحدث رسمي ولا مستشار فني لان كمان هذه الجزء انا هتكلم فيها لان انا يعني انا مش عارف هو عدو مجلس درف نادي ولا مستشار اعلامي ودي جزئية هتكلم فيها لان هفجئكم نهاردة بحاجة كمان محدش تكلم فيها بكده خالص ولاي علاقة بالمشاركات الافريقية ولما تبقى انت مسؤول في نادي ما يفعش تشتغل في نادي تاني ده جزء مهم هتكلم فيه برضو عشان اللي بيتابعنا لازم يعرف لما يجي تكلم في موقف قانوني في مشاركة لعب لازم يبقى عارف القانون بيقول ايه ولا واحد بتقول ايه بغض النظر عن فكرة هو اللعب بيمثل مين او بيلعب مع مين طيب المنتخب اهم من الاهل والزمالك ووطنية الاهل في هذا الامر مش هنتكلم فيها للناس كلها عارفاها لكن انا عايز اتكلم على اصابة ايمن اشرف هل اصابة ايمن اشرف جات من النهاردة او جات من امبارح ولا المعروف موضوع اصابة ايمن اشرف ده موجود منذ حوالي اكتر من عشرة ايام من قبل مباراة فيتاكلاب بالمناسبة يعني ايمن اشرف حتى وهو مصاب لما يروح للمنتخب طبعا في احد اللاعبين برضو والمفروض بقى هو بيدعي الحيادية احد اللاعبين قال انا مصاب وما رحش المنتخب وما تمش الكشف عليه رغم انه بالمناسبة ده مخالف لكل قواعد استدعاء اللاعبين يعني انت كمنتخب لما تستعد لعيبة واللعيب ده بيقولك انا مصاب الطبيعي اللاعب ده بيتم استدعاءه للمنتخب وبيتم الكشف الطب عليه داخل المنتخب عشان يتأكد من اصابة او عدم حتى لو فيه تقرير طب في نديه ده قواعد استدعاء اللاعبين ما تمش مع لعيب وسافر بقى دبي بيعمل سكاي دايفينج يعني كل واحد حر طالما الامور يعني الناس شايفها فريندلي والدية يعني لكن مع ايمن اشرف الموضوع مختلف انا عاستعرض معاكم اصابة ايمن اشرف نازمة تتكلم فيها بقى لها قد ايه مش من امبارح ولا من اول امبارح نستعرض مع بعض اصابة ايمن اشرف من خلال وسائل اعلام والمواقع والصحف تكلموا عليها اول حاجة الخلفية والامامية والسمانة تضرب شريف وصلاح وايمن في مباراة فيتا كلاب تمام ده بتاريخ 16 مارس طيب الخبر اللي بعدي الاهل يوضح حالة محمد شريف وايمن اشرف بعد اصابتهم امام فيتا كلاب ده بتاريخ 16 مارس احنا بتكلم كمان على اصابة ايمن اشرف من 16 مارس الخبر اللي بعدي اليوم السابع يوم 17 مارس تعرف على موقف مصاب الاهلي بعد موقع فيتا كلاب وفي صورة الايمن اشرف أحد أبرز اللاعبين اللي خارج في هذه المبارة بسبب الإصابة الخبر اللي بعدي طبيب الأهلي شريف على محمد شريف لا يعاني من أي إصابة وهذا سبب تغيير أيمن أشرف أمام فيتا كلاب ده بتاريخ 16 مارس تمام الأهلي يحذر المنتخب من تفاقم إصابة أيمن أشرف الزميل أيمن هاريدي في المصر يوم كتب بتاريخ 23 مارس اختبار طبي يحسم موقف أيمن أشرف من الصفر لكينيا تمام طيب دي الأخبار اللي المواقع والصحف اتكلمت عليها خلال الفترة الأخيرة طيب آخر حاجة والأبديت بقى بالنسبة لإصابة أيمن أشرف مراسل إحدى القنوات طبعا الزميلة اللي موجودة مع منتخبنا الوطن وبتغطي معسكر المنتخب كان بالأمس بيتكلم عن آخر حاجة متعلقة بإصابة أيمن أشرف وبتكلم منين من كينيا بعد وصول المنتخب الوطن نسمع ونشوف إيه اللي تقالي مبارح من زميلنا المرسل خالد رزق لو كلمنا عن شيء مهم جدا أيمن أشرف فهو يعني الحديث اليومين دول بعد ما كان فيه تمرين خاص ليه بالأمس في مطار فيه أستاذ القاهرة الدولي يمكن كان هناك شكوك على بدء أيمن أشرف من عدم ولكن مع حديثي مع الجهاز الفني وبالتحديد مع شادي جيلانا المنصق الإعلامي لمنتخبنا الوطني وأيضا دكتور محمد أبو العلم الدكتور الخاص بمنتخب مصر سألتهم عن حالة أيمن أشرف يعني قالوا لي تحديدا أن أيمن أشرف بعد أول مران ليه كان شعر ببعض الإجاد وكان فيه زكة في رجليه كابتن حسين البدري استدعى أيمن أشرف وسأله فأيمن أشرف بعد الكشف عليته عنده خشونة في الرجبة وبتسبب ليه بعض الألام كابتن حسين البدري حرصا على سلامة اللعب بالتأكيد قرر أنه يكون موجود مع كابتن أو دكتور محمد أبو العلم لتلقي العلاج بالتأكيد والنهاردة فيه المران الصباحي أيمن أشرف كان أيضا منفردا فيه المران ولكن آخر خمس دقائق من المران كابتن حسين البدري جرب أيمن أشرف فيه المران الرئيسي مع اللعبين في آخر خمس دقائق ولكن خلنا نقول لكابتن شوبر أن أيمن أشرف بنسبة كبيرة جدا سيكون غير متواجد فيه مباراة كينيا ولكن كابتن حسين البدري بيسعى له الحفاظ على اللعب وأيضا تأهيل اللعب عشان يقدر استفاد به فيه مباراة جزر الكمر اللي هتكون بالتأكيد بعد مباراة كينيا وبعد العودة إلى مصر مرة أخرى لو الإعلام عايزة تعمل بحيادية يعرض كل اللي عرضناه يعرض الأخبار اللي اتقالت على مدار آخر عشر تيام ويعرض كمان الكلام الرسمي اللي اتقالم برح من داخل معسكر المنتخب بخصوص إصابة أيمن أشرف يعني اللعب انضم وهو مصاب وخلال التدريبات خلال ربع تيام اللي فاته ما تمرنش والكشف الطبي من خلال دكتور محمد أبو العلق المصاب ومع ذلك الجهاز الفني للمنتخب ضم اللاعب وسافر به إلى كينيا زي ما قلت لو بتدعي الحياد كنت تتكلم على لعيب قدم تقرير طب ان هو مصاب وما نضمش للمنتخب ولو مصاب بيعمل برنامج تأهيل لكن هو في دبي بيعمل سكايدايفينج ده الحياد عشان كده أنا بعايز أتكلم معاك أنا عايز أعرف أنت إعلامي ولا تتكلم بصفتك مستشار إعلامي لأحد الأندية ولا تتكلم بصفة إيه عشان بس أعرف أنا إش معاك هذا الأمر لأن الأمر ده أخد بالك بعيد تماما عن فكرة الأهل بيدعم المنتخب بيدوم مين لا 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 إحنا بنتكلم هنا عن إطار الفيفا والاتحاد الإفريقي بينظم إطار العمل ما بين الأندية والمنتخبات بالمناسبة الأهل عنده مهمة وطنية أيضا مع المريخ السوداني يوم 3 إبريل في السودان عالم علول غياب له مدة شهر محمود وحيد غياب له أكتر من مدة شهر أو شهر ونص فأنت بفيش بادير غير أيمن أشرف اللاعب لما مصاب والنادي الأهل أرسل اللاعب للمنتخب والمنتخب أجرى كشف الطب عليه لقامه صاب الطبيعي يستبعده لأن أنا عفاجأك دلوقتي وفاجأ كل المشاهدين بمادة قانونية الناس كلها هتستغرب لما تسمحها وتشوفها لأن هنا احنا بنتكلم بقى عن خطأ قانوني فادح قدامكم على الشاشة دي مادة الإحاية متعلقة ببرنامج الفيفا للأندية ليحة ملزمة فيفا كلاب بورو جرام بنتكلم عن إيه؟ أن اللاعب السليم لو تم استدعاه للمنتخب وتعرض للإصابة وتعرض للإصابة داخل صف المنتخب الفيفا بيمنح ردبه لغاية لما يخف للنادي والاتحاد المصري بيتحمل علاج اللاعب طيب لو اللاعب انضم للمنتخب وهو مصاب وتفاقمت إصابته داخل صف المنتخب هنا الفيفا بيقولك لا أنا غير ملزم بدفع الراتب لللاعب وبالتالي النادي هنا بقى للأسف هو اللي تبقى عنده مشكلة بيتحمل راتب لعب في فترة إصابة وانضم للمنتخب وهو مصاب بل بالعكس كمان الاتحاد الآلي هنا هل هيتحمل قيمة علاج اللاعب؟ لو عايزين نتكلم بحيات بقى أنا بتكلمك في أمور موضوعية مش بتكلم في أمور شخصية فهنا بنتكلم عن برنامج الفيفا في التعامل مع الأندية لعيب زي آيمن أشرف منضم مصاب وهو منضم مصاب لو تفاكمت إصابته ولسه في مشكلة في إصابته هنا الفيفا يقولك لا الكيس دي أو الأضاية دي خارج عن إطاري حضرتك بقى لما تطلع تتكلم عن إصابة آيمن أشرف وطولي الحيادية والوطنية وانت تاريخك في المنتخب معروف يعني الناس كلها عارفة تاريخك في المنتخب قل لي هنا دلوقت الموقف القانوني ده هنعالجه إزاي؟ آيمن أشرف لقدر له إصابته تفاكمت في المنتخب وهو مش هيل عن مباراة بكرة يعني فكرة استدعاءه المباراة كينيا مش مفهومة مش هيل عن مباراة بكرة كنت سيبه معنا دي يتعالج الآيلي عنده مباراة مهمة لتقلع عن مباراة مصر وكينيا مباراة المريخ السيداني عندنا إصابتين في هذا المركز عندك لعب كان مصاب وما استدعتوش وحالينه هو في دبي المعيار إيه؟ هل حرك لما تلقتك تكلمتك أيعلامي المفروض المعيار بتاعك بفيه حيادية فمناشة موقف آيمن أشرف زي اللاعب التاني ولا لأ أنا عايز أفهم بس الجزية دي أنا عرضت لك مادة قانونية أعتقد ما تسمعتش عنها ولا قارتها قبل كده اللعيب ده دلوقتي لما ينضم المنتخب هو مصاب موقفه إيه بالزرط دلوقتي لما الإصابة تتفاكم الفيفا مش هيتحمل الراتب والاتحاد الآيلي هنا يكون عمل مشكلة لأن هنا الاتحاد المصري في هذه القضية تحديدا يجب أن يفتح تحقيق مع كابتن حسام البدري لأن هنا الاتحاد المصري يكون عنده مشكلة إدارية مع النادي الآلي في هذا الشأن وأنا هنا بقى بأتكلم كإعلامي دي شغلتي بقرق لوائح بقرق قوانين بشوف الفيفا بيقول إيه؟ بشوف الكاف بيقول إيه؟ لأنه عندي ليك مفاجأة بخصوص الكاف بالمناسبة يعني بشوفي الناس بتقول إيه في هذا الشأن كابتن ربايا سين مدير الفن المحترم لما كان عنده مشكلة في منتخب الشباب الدنيا تقلبت وفتح تحيي معاه طب دلوقتي الخطأ الإداري اللي تم ده في موضوع دم أيمن أشرف مع منتخبنا الوطن وهو مصاب والفيفا بيقولك لو اللعيب انضم للمنتخب وهو مصاب والإصابة تفاقمت أنا كالتحاد دولي غير ملزم خدوا بالك احنا بنتكلم عن عقود لعيبة محترفة احنا بنتكلم عن احتراف وانت المفروض يعني لعيب احترفت أنا مطبعتش اللوايح في طريقة التعامل والاستدعاء اللاعبين ما بين المنتخب مع الأندية الجزاية التانية بقى وبصراحة عايزين نتكلم بقى ايه نتكلم قانوني شوية ونتكلم بقى ايه بشكل صح عشان الفترة الجاية الناس تبقى عارفة الإعلامي إعلامي والمسؤول مسؤول والإداري إداري والأندية اللي بتشتغل بشكل محترف تبقى عارفة انها بتشتغل بشكل محترف خضرتك لو مستشار إعلامي لأحد الأندية وفي نفس الوقت هذا النادي بيلعب في بطولة الكنفدرالية أو في البطولات الإفريقية وفي نفس الوقت حضرتك عضو مجلس إدارة في نادي تاني هل النادي اللي عينك مستشار إعلامي أنا بسأل تساؤل لأننا التساؤل ده طرحته وبسأله على مسؤولين كثيرين ولسه الإجابة يعني أنا أعرضها الفترة الجاية لأنه فيها مفاجآت النادي اللي بيلعب في بطولة إفريقية بيقدم إقرار قانوني بيقول إن أي شخص متعين عندي في النادي أو موجود بشكل رسمي عندي في النادي لا يعمل في أي نادي آخر فما بالكم بمستشار إعلامي في نادي وعدو مجلس إدارة في نادي آخر في مخالفة وضحة جدا للإقرار القانوني اللي بيقدموا هذا النادي في بطولة الاتحاد الإفريقي أو في بطولات الاتحاد الإفريقي الوضع هنا يبقى إيه؟ هل حضرتك هنا عضو مجلس إدارة في نادي ومستشار إعلامي في نادي تاني؟ ما ده مخالفة صاريخة لمشاركة نادي في بطولة إفريقية لأن الرخصة رخصة الأندية المحترفة اللي ما بتيجي تقدمها في الاتحاد الإفريقي بتوقع إقرار قانوني كنادي إن كل الأفراد أو كل الأشخاص اللي موجودين عندك ما بيكونوا شغالين في أندية تانية حرصا على مبدأ مهم جدا منعا لتضارب المصالح منعا لتضارب المصالح فحضرتك لو عدوا مجلس دراف نادي ما ينفعش تبقى مستشار إعلامي في نادي تاني والنادي اللي بيعمل ده بيعمل مخالفة لريحة الترخيص مخالفة لمشاركته في بطولة الكونفدرالية أو بطولات الاتحاد الإفريقي ده سؤال أتمنى تجاوبنا عليه يعني أتمنى تجاوبنا عليه اسأل كده هل يا جماعة انت عملتوا إقرار قانوني الناس كلها اللي موجودة في النادي ده ما ينفعش تكون شغالة في نادي تاني ولا لأ أتمنى تجاوبنا على السؤال ده لأن أعتقد بقى لازم بقى نفس للفترة الجاية اللي بيشتغل في العلام حاجة وعضوا مجلس ادارة حاجة واللي بيشتغل إداري ومنصق عليمي حاجة تانية بتبقاش القصة عندنا أربع خمس حاجات وكلها مخالفات وكلها بالتأكيد لو قريطوا اللوايح هتلاقي عندكم مشاكل قانوني كتير جدا فبالتالي ما تيجي تتكلم على فكرة ضمة أيمن أشرف أعرف اللوايح بتقوله وإحنا عرضنا اللوايح وعرضنا التصريحات وعرضنا الكلام الرسمي من مراسل المنتخب بالأمس في كينيا عن موقف أيمن أشرف كل الدعم للمنتخب لكن في النهاية نقطة ومن أول السطر ولو جهاز المنتخب في هذه الجزئية بيتعامل بمبدأ أن أنا أضم العيب والمفروض هو مصاب لا لازم أتعامل مع الكل بسواسية خاصة أنك أحد أبناء النادي الأهلي وأحد مدرب النادي الأهلي في فترة من الفترات وكلنا بالتأكيد بندعمك الفترة الجاية لكن يجب أن يكون هناك وقفة في هذا الأمر عشان الفترة الجاية يكون فيه تعامل بشكل محترف في فكرة استدعاء اللاعبين من أندياتها لمنتخبنا الوطني أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسه عندنا كلام عن منتخبنا الوطني واستعداد المباراة كينيا وآخر الأخبار عن مباراة مصر غدا أمام المنتخب الكينيا